السلام عليكم عالم بيس بيس مش سامسونج ايه ستونة ده تعلي معي تعال تعال براح 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 انت قلتها ما تربطيش انت قلتها ما تربطيش بعد ما جربت سامسونج ايه 15 كنت محتاج دهاز اعلى شوية من ناحية الاداء ايه 15 كان اداء مستقر جدا بس في عيوب تانية ظهرت فانا حبيت اجرب حاجة اعلى وقرب واحد للسعر بتاع سامسونج ايه 15 هو سامسونج ايه 15 خلينا نفتح العلبة كده ونعين الجهاز ده السيل بتاع العلبة خلينا نفتح كده هنلاقي جوه العلبة فيه كارت الضمان مش شرط ان انت تلاقي كارت الضمان طبعا بس ده الجهاز بضمان راية الجهاز رغم انه هو ضمان مصري الا ان العلبة ماد ان فيتنامي صنع في فيتنامي مش صنع في مصر ممكن تلاقي صنع في مصر وممكن تلاقي صنع في فيتنامي بتلاقي ورقة الضمان جوه ومش شرط ان تلاقيها فيه اجهزة بتيجي من غير ورقة الضمان اللي هو تقريبا ضمان اي تو ده ضمان شركة راية حلنا نشوف ايه اللي موجود في القلبة بيجي الكتايب والكيبل بس كده وده الموبايل نفسه وهي الموبايل نفسه بيجي جوه السليفانة دي وده ببوس اخراج الشريحة طبعا انا بحاول افك الجهاز بحيث ان ايه قادر ان انا لما جا بيقعه يباني لكي انه هو في حالته الاصلية مش عايف ده بيفرق معاكو لو لو بفرج على بيشتري مستعمال ده هيفرق معا في حاجة ولا لا الجهاز اللون بتاعه الشيك جدا ده اللون الاسود بيجي بالاصفر واللون الازرق الفاتح والظهر بنقط شوية كده ومعنى عكاسات الدوق بيعمل تموجات غريبة كده بس شكلها ظريف جدا والجنب بتاعه الزراير هنا اللي هي الايلاند او الجزيرة ده بس ده بيخليه صعب او الاحساس بزور البصمة ومن تحت فيه ملفز type C والمايك ومنفز للسماعة الثلاثة والنصف والسبيكر طبعا على الشمال مافيش غير بيت الشرايح بتقدر تشغل شريحتين او شريحة وكارت زاكرة وده النسخة الـ 128 وستة لاما وفوق مافيش غير مايك اللي هو بتاع عزة الدوطاء بس مسكيته تحسها ان هي A15 او A24 خلينا نجرب كده الجراب بتاع الـ A15 نشوفه يركب عليه ولا لا انا بتمنى ان هو يركب عليه عشان مايجيبش جراب جديد اه للأسف شكل الجراب مش راكب عليه حلو وقوي الجراب زانق على الكاميرا الاخيرة ووضح ان هما نازلين بالـ line up بتاع الكاميرات واذا لا يرفع وخفض الصوت مش متناسقة قوي مع الجراب تلك حتى من تحت برضو المنافذ مش مستوي قوي بشكل كامل خلينا كده نجرب الجراب بتاع الـ A24 وزارة البصمة مش في مكانه قوي وبرضو فيه حتة كده زانق على الكاميرا الاخراني حتى الفلاش فيه حتة منه مضرطي الجهاز بيجي بشاشة 120 هرتز بس من الوهلة الاولى اول ما بتفتح الموبايل كده بتحس ان الشاشة اضاعتها اعلى من الـ A15 ودرجة الاسفرار بتاعها اقلب كتير من الـ A15 معنى كده ان الشاشة دي جودتها اعلى من الـ A15 حلنشوف كده فيه تسجيل فيديو للشاشة ولا لا فيه تسجيل فيديو للشاشة فعلا نلدس عليه نيتف موجود في الجهاز الجهاز بيجي باندرويد 14 وهو واجهة الـ One UI 6 والشاركة هتدعم لحد اربع سنين تحديثات للجهاز ده زي ما وعدت يعني بس بحترم اوي في سامسونج ان هي جاية باندرويد 14 فيه شركة بيتيجي باندرويد 13 وتحسب عليك تحديث هنجرب الكاميرات دلوقتي وفيه امكانية كمان ان انت تصور الفيديو وتتنقل ما بين الكاميرات عادي من غير ما تقفل الفيديو فيه تثبيت اسناء تصوير الفيديو ده ما كانش موجود في الـ A15 ازاي ما احنا شايفين فيه فليكر موجود قدام الكاميرا ده بيعمل اجهات للعين لو انت عينك مش واغدة على الشاشات الاميلود اللي هي ما فيهاش انتي فليكر موجود والجهاز فيه الشاشة دائمة او Always On Display اول ما اطلع على المبين من العد بها هتلاقي فيه خصائص كتيرة جدا في ال Always On Display او الشاشة الدائمة وتقدر ان انت تغير حاجات كتيرة فيها وتتحكم كمان في السطوع بتاعها وتحط استقارات وحاجات واللي ده تلغى بعد التحديث اللي هو 6.1 بالتالي استمتع بها قبل ما تعمل التحديث مش حايف سامسونج شاليتها ليه وممكن تضيفها تاني اساسا ولا لا وكمان فيه خاصية ان انت تقدر تستخرج الكلام من الصور وتقدر كمان من الصور ان انت تدوس على الـ Object او حاجة انت عايز تستخلصها من الصورة وتعمل منها استقارات بحيث ان هو ما يبقاش فيه خلفية وراه واول تحديث موجود هو الـ 6.1 الوجهة الجديدة بتاعت سامسونج والجهاز بيدعم نطاقات شبكة الـ 4G اكتر من السامسونج A15 بس ده كان الفيديو بتاعنا العقاب كل فيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لو كشير للفيديو عشان نقدر نوصل الى عدد اكبر من الناس ولو اعجبكم المحتوي بتعملش تشتركوا في قناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفقوش اي فيديو ولو بتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولوا للصفحة ويدعوا الاهلنا في غزة عسى ان تكون ساعة استجابة اترككم في العيات الله وانه السلام عليكم